حياكم الله من يديد يا مرحبا بكم فقرة التكنولوجيا اليوم رح تكون عن معهد التكنولوجيا التطبيقية المعهد الذي يقدم الكثير من الاتكارات والمشاريع من طلابه بيدعم ودور كبير من أخصائيين وأساد ذا المعهد أحب رحب بظيفة المميزة اليوم الدكتور أحمد العور مدير معهد التكنولوجيا التطبيقية يهلا ومرحبا فيك حياة شرطة وجود معكم الله سلام بداية ممكن تحدثنا دكتور عن أقسام المعهد ونشاطات المعهد طبعا المعهد هو منظومة أكاديمية تقريبا متكاملة ضمن الأكاديميات والمؤسسات الأكاديمية في الدولة لكن اللي يميز مؤسستنا الأكاديمية كمعهد التكنولوجيا التطبيقية إن عدنا ثلاث أصناف من التعليم نعم التعليم المدرسي اللي هو مرحلة التعليم الثانوي التاسع للثاني عشر وفي بعض الفروع من صف السادس أيضا نبدأ نعم كذلك بعد الثاني عشر يحق للطالب أن يروح جامعات أو يكمل معانا في المرحلة الثانية اللي هو التعليم الجامعي نعم عدنا كلية فاطمة للعلوم الصحية نعم وكذلك عدنا بولي تكنيك أبو ظبي اللي هي تقريبا كلية هندسية فيها تخصات مختلفة كذلك نعم أيضا عدنا التعليم المستمر مركز أبو ظبي للخبرات نعم وهو مركز التعليم المستمر نعمل فيه دورات احترافية نعمل فيه كذلك تدريب لطلابنا ولطلابنا بره بالإضافة إلى ناس من الصناعة أيون وياخدون التدريب المطلوب أما بالنسبة للتخصصات اللي نغطيها داخل الكليات فاحنا عدنا في الهندسة مثلا بولي تكنيك أبو ظبي عدنا الأرصاد الجوية وهو تخصص الوحيد في الدولة جميل عدنا الهندسة الميكانيكية أو نسميحنا الالكترو ميكانيكل الالكترو ميكانيكل هذه منتشرة ميكانيكل وإلكتريكل أو كهربائية وميكانيكية وتخصصات أخرى من بينها الميكاترونيكس اللي تدمج واللي الآن احنا متوجهين عن طريقها إلى التكنولوجيا الجديدة اللي هي الذكاء الصناعية وغيرها يعني كذلك عدنا الانفورميشن سيكوريتي أو الأمن المعلومات وفيه مؤسسات كثيرة وجامعات كثيرة تطرح أمن المعلومات ضمن منهجها ولكن كتخصص تابع للآي تي أو تكنولوجيا المعلومات احنا التخصص هو أمن المعلومات نعم واحنا معتزين بهذا التفرد في التخصص جميل نعم طيب شو استعداداتكم للثورة الصناعية الرابعة الثورة الصناعية الرابعة تتطلب دمج التكنولوجيا مع بعض وأكثر من ذلك الآن الذكاء الاصطناعي هو المحدد الرئيسي في هذا الاتجاه لذلك مؤسساتنا على مستوى الثانوي والمستوى الجامع أيضا درجنا كثير من المساقات بالإضافة إلى كثير من الأجهزة والتكنولوجيا علشان نعلم طلابنا أساتذاتنا في نفس الوقت التكنولوجيا الجديدة هذه وكيف بيتطور التعليم معها يعني الطالب يستخدم التكنولوجيا والطالب أيضا يصنع التكنولوجيا والطالب يفهم المستقبل من خلال التكنولوجيا كذلك الأستاذ لا شك أنه إذا غيب الأستاذ وما صار متطور ومثل ما يتطور الطالب الطالب صار سريع التطور فالأستاذ أيضا لازم يواكب هذا التطور ويسبق الطالب وبالتالي لازم نوفر له هذا النوعية من التدريب والأجهزة والسبق على الطالب حيث أنه يقدر يعلم الطالب التكنولوجيا هذه والمستقبل تكنولوجيا المستقبل بالذات من الذكاء الاصطناعي وما يشابهها يعني طيب تدريب الطلاب من خلال الشهادات الاحترافية على شو تركزون بالضبط؟ حاليا في المدارس يوجد عندنا مثلا في أحد اللي تسميها كلستر أو الفرع ضمن المدرسة نسميه كمبيوتر سينس تابع المدرسة يعني هو كلستر هم طلاب المسار نفسه لكن عندهم مادتين أو ثلاث في تخصص الآي تي حيث نتعلمون نتوركينج للشبكات علم الشبكات يتعلمون برمجة أكثر وهذه اللي يدخلون في امتحانات احترافية مثل سيسكو ويأخذون امتحان سي سي ان اي اللي هو أنه متدرب أو مساعد طيب هو تعليم احترافي لأي درجة؟ إنه يقدر يقعد حق الامتحان الامتحان احترافي وممكن ينجح فيه يتدرب على الامتحان؟ مش يتدرب على الامتحان وهذا هي المغارطة نحن نعطيه منهج أكاديمي يؤهله أنه يقعد في الامتحان وبالتالي ياخذ باس في الامتحان ويكون شبه محترف طيب هل هذه الخبرة هل أنه يقدر منها أنه يدخل في سوق العمل؟ نعم فوليتيكنك أبوظبي مثلا عدنا من الامتحانات اللي نقعد فيها الطالب كثيرة الامتحانات حقيقة كثيرة لكن من الشغلات عدنا شركة فستو وشركة سيمنز شركات عالمية معروفة وعندها امتحانات احترافية المستوى الأول ومستوى الثاني والمستوى الثالث الطلاب يقعدون في الامتحانات هذه ويعدونها كذلك في الانفرميشن سيكورتي نحن نعرف الاثكال هاكينغ أو الاختراق الأخلاقي بحيث أن شخص يكون عنده الصلاحية أنه يعمل محاولات اختراق وينجح فيها أو ليقيم الشركة أو المؤسسة أو السيرفر أو بغض النظر عن شو اللي يحاول يخترقها عدنا طلاب يقعدون حق الامتحانات البروفيشنال هذه وفعلا ينجحون فيها وما شاء الله متقدمين حتى في الوظائف صار لهم أفضلية عن غيرهم بسبب الشهادات الاحترافية اللي يفعلونها ويتعلمون عليها عدنا طيب الخريج بعد انضمامة لكم هل أنتوا تكملون تهتمون في الدورون لمثلا وظائف لشركات أو لأماكن مناسبة ناسب تخصصها أو لا؟ نعم طبعا العملية غير مباشرة حقيقة لكن احنا طالما في عملية التعليم احنا عدنا شركاء استراتيجيين نعتمدهم للتدريب وأيضا نعتمدهم للرعاية وكذلك نطلبهم عشان يشوفون المخرجات والمنتجات هذه ويعرفون وبالتالي قد يكون لهم نعم لطلابنا أفضلية في الاختيار نعم وكثير من الشركات عدنا فعلا يعني اللي هما يتتسابق الشركات عليهم الطلاب هذي طيب حدثنا عن مشاريع الشباب في المعهد شو الهدف منها وشو المشاريع اللي يقومون فيها المشاريع كثيرة وإحنا عدنا أيضا المرحلتين نتكلم عن المرحلة الثانوية عدنا مشروع التخرج عدتنا نحن تعلمنا على أيامنا نحن تعلمنا أن مشروع التخرج في الجامعة السينياريير السنة الأخيرة تاخذ مشروع وتخلصه وبالتالي واللي هو يكون محصرة اللي تعلمتها خلال سنوات الدراسة كمهندس أو غيرها في مدارسنا اعتمدنا نفس المنهجية نعطيهم مهارات وعلوم وآلية البحث وآلية الاستخدام وآلية الكتابة كل هذه المهارات يتم تطبيقها في النهاية في مشروع نهائي جميل مشروع التخرج وفعلا أنا بروحي أقول لك أن بهر لما أشوف بإبدعاتهم أيوة مشاريع التخرج لطلاب الثانويات طيب المشاريع هذه عفوا المشاريع هذه هل هم يشاركون في مسابقات يشاركون في فعاليات شو المشاريع؟ كل المسابقات التي تتم داخل الدولة وكثير من المسابقات التي تكون خارج الدولة طلابنا يشاركون فيها طيب الخارجية شو هي المشاريع الخارجية؟ وين؟ في عندنا ناسة مثلا يعملون عندنا في وكارت ناس نعني في والله يعني عن طريق مبادلة أيضا في شركة أمريكية عملت مسابقة وشاركوا فيها طلاب المدارس كذلك عندنا في مسابقات عالمية دولية مثل ماراثونز جميل وطلابنا اللي ينجحون ويتأهلون في الإمارات هم اللي يشاركون عادة وكثير منها هذه تكون عن طريق وزارة التربية والتعليم التنسيق بين المؤسسات هذه وبين الوزارة وبين الوزارة وطلابنا يشاركون مع طلاب اللي في الدولة كلهم من مدارس خاصة ومدارسنا احنا ومدارس الوزارة طبعا والذي يتأهل منهم يروح فهذه مشاركات لهم وما شاء الله متفوقين دائما في هذا الأمر عدنا كذلك المسابقات المحلية عندنا الأمر سكيلز أو مهارات الإمارات السنوية مسابقة سنوية طلابنا عدد كبير منهم يشارك وعدد كبير منهم يتوج في النهاية ما شاء الله شو نشاطها النشاطات مختلفة احنا نتكلم عن المهارات تقريبا 54 مهارة لكن احنا نشارك فيها تقريبا يعني مثل الأجهزة الاصطناعية الروبوت الأجهزة الذكية مثل عندك البرمجة عندك الهاكينغ اللي هو الاختراق نعم عندك ببناء الوحدات الإلكترونية مثلا عندك في استخدام مثلا يعني جميل اللي هي أجهزة الحفر هذي كذلك هذي كلها احنا خذها من منحنة لكن عندنا احنا علوم الصحية طالباتنا اللي في كليات فاطمة يشارك دائما يفوزن في علوم الصحية عندنا طلاف في بروي تكنيك أبو غضبي يشاركون أيضا في الطيران في مسابقة صيانة الطائرات جميل وغيرها نتكلم عن يعني ما يزيد عن عشرين مسابقة أو شو سمونا تصنيف معين من الاختبارات يدخلون فيها وينافسون عندنا احنا أيضا المسابقات كل سنة تقام هذه المسابقات خارج الدولة ولا داخل الدولة من طلابنا أيضا اللي شاركوا في الورد سكيلز اللي هم يتم تأهيلهم داخليا ويفوزون في الامارات سكيلز وبعدين يتم سقل مواهبهم وإمكانياتهم ومهاراتهم وإرسالهم في مسابقات عالمية مثل الورد سكيل الأخير هذا اللي صار عندنا في في روسيا يسمونه كازان 2019 قبلها كان في البرازيل 2017 كانت في الامارات في أبوظبي اللي قبلها 2015 كانت في البرازيل وهكذا في كل سنة مجموعة من طلابنا بالإضافة لطلاب الآخرين من الدولة يعني يشاركون لكننا نكون حريصين إن على الأقل حد من طلابنا يكون متأهل جميل طيب الشخص اللي حاب أنه يتقدم للمعهد أو يدخل في المعهد هل في شروط معينة هل الشروط أنك تكون أكاديمية مستعدة هل يكون لازم يكون عنده نسبة معينة يعني هنا كمؤسسات جامعية أو ثانويات نحن نعمل امتحان قبول لذلك ليش نتدريس نحن باللغة الإنجليزية فلازم يكون عنده مستوى معقول من اللغة الإنجليزية يعني حقيقة نحن مش ما ما نقول لوايد انتقائيين لكن ما ممكن واحد ما يعرف في الـ ABCD وندخل المدرسة أكيد أكيد نحن نحكم عليه بالفشل لكن نحن نأخذ شخص قابل ونرى فيه الـ الامكانيات الدفينة هذه موجودة فيه نحددها عن طريق المقابلة وانطريق الامتحان ونختارها بحيث أن نحن حتى لو كان ظاهريا هو مستوى الأكاديمي ضحل لكن نحن مستعدين كفريق كامل أن ندعم الطالب هذا ويصير واحد من أفضل الطلاب على مستوى الدولة وحصلت عندنا هذا مش جديد علينا جميل وكنا نتكلم عن موضوع الدعم للطلاب في المشاريع في بوليتكنك أبوظبي أيضا وكلية فاطمة كذلك عندهم مشاريع آخر السنة اللي هو السينياريير ومشاريعهم أيضا يعني رائعة على مستوى جامعي هي مستوى أفضل يعني وأفكار جديدة ونحن نسعى دائما في توجيه من عدنا أن طلابنا على المستوى الجامعي يروحون في مشاريعهم عشان يأخذون براءات اختراع جميل ما بقولنا 100% لكن على الأقل الكلية تقدم كل سنة ما يقارب من عشر يعني محاولات براءات اختراع ما شاء الله ما شاء الله استمتعنا وياك دكتور أحمد العور ونتمنى إن شاء الله نلتقي فيك في الحلقات الأخرى حاضرين وسعيدين في وجودنا معكم يعطيك العافية الله يحبطك نوجه كل الشكر لضيفنا العزيز دكتور أحمد العور مشاهدين واستمرين وياكم لكن بعد الفاصلة ريونا